فيضانات تشتاح خمس دول خلال أسبوع وفيات وخسائر مالية والسعودية تنهمر بالفيضانات المدمرة والمرعبة بينما ينخفض ضوء النهار ويتلاشى الأمل في الأفق تقف المدينة المنورة وقد تحولت إلى بحر من الفوضى والطين أصداء الصرخات تتلاشى بين هدير المياه العاتية والظلام يبتلع كل شيء الكاميرا تتحرك ببطء فوق الشوارع المهجورة حيث السيارات المقلوبة والبنايات المدمرة تروي قصة الدمار الذي خلفته الفيضانات وفي الخلفية صوت الرياح يصرخ كأنه نذير شؤم لما هو قادم مع تزايد الأمطار في الأفق مشهد أخير للسماء الغاضبة قبل أن ينقطع كل شيء فجأة صمت مطبق يعم المكان ضربت الفيضانات العارمة خمس دول مختلفة مخلفة وراءها وفيات وخسائر بالغة وسط محاولات السلطات في هذه الدول لإنقاذ الأشخاص المتضررين والنازحين كانت السماء قد بدأت بالتحول إلى سواد غاضب وصوت الرعد يدوي في الأفق وكأنه إنذار بما هو آتم فجأة انقلبت الحياة رأسا على عقب حينما انهمرت الأمطار بلا هوادة محدثة سيولا عارمة تكتسح كل ما في طريقها المنازل انهارت في لحظات والطرقات تحولت إلى أنهار من الطين والمياه الغاضبة تحركت الطبيعة وكأنها وحش مفترس لا يعرف الرحمة لا شيء يمكنه إيقافه ومع كل دقيقة تمر كان الخوف يتزايد في القلوب ومعه يتساقط الأمل وسط أصوات الصرخات المطالبة بالنجاة في هذه الكارثة لم يكن هناك ملجأ ولم يكن هناك منجأ فقط دمار وخراب لا حدود له فيضانات السعودية تضرب من جديد وتؤدي إلى كوارث حقيقية يا ترى ماذا يحدث في السعودية الآن هيا بنا نرى الفيديو ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو الفيضانات المدمرة تشتاح المدينة المنورة بصورة لم يسبق لها مثيل ضربت السيول العارمة المدينة المنورة جارفة كل شيء في طريقها بلا رحمة اشتاحت المياه العاتية الشوارع وسحبت السيارات بقوة إلى مصير مجهول وثق الناشطون على منصة X لحظات مرعبة تظهر فيها المياه وهي تشتاح حي الشهداء بقوة لا يمكن وصفها ارتفعت مستويات المياه بشكل سريع مغطية الطرقات وجارفة كلما يعترض سبيلها من مركبات وممتلكات مخلفة وراءها مشاهد مؤلمة تعكس غضب الطبيعة الذي لا يرحم تعرضت المملكة العربية السعودية لانطار غزيرة ادت الى سيول جارفة غمرت عدة مناطق وكان حي الشهداء في المدينة المنورة من اكثر المناطق تضررا انتشرت مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي واظهرت قوة هائلة للمياه التي تدفقت بسرعة كأنها تنين هائج محطمة السيارات ومهددة البنية التحتية بانهيار كبير المشاهد اظهرت السيارات وهي تتقلب في الماء والشوارع التي تحولت الى انهار من الطين والركام مما لخص حجم المأساة التي حلت بالمدينة في خضم هذا الكابوس اصدر المركز الوطني للارصاد في المملكة تحذيرا عاجلا مصنفا ضمن الانذار البرتقالي محذرا من خطورة الامطار المتوسطة التي تترافق مع هذه السيول الجارفة شمل التحذير كامل منطقة المدينة المنورة محذرا من احتمالات اضافية للفيضانات والانهيارات الارضية بينما تكافح السلطات المحلية للسيطرة على الاوضاع وحماية السكان تعد هذه الفيضانات التي اجتاحت المدينة المنورة تذكيرا قاسيا بقوة الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها والتي تستطيع في لحظات تحويل مدينة كاملة الى ساحة من الدمار والفوضى تاركة سكانها في صدمة وقلق فيضانات السودان شهدت دولة السودان فيضانات نتيجة انهيار سد اربعات في ولاية البحر الاحمر مما ادى الى تدمير سبعين قرية وتشريد مائة الف شخص في شمال وشرق السودان حيث تستمر الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ الخامس عشر من ابريل الفين وثلاثة وعشرين اشار تقرير حكومي الى ان عدد المنازل المنهارة كليا بلغ 12 الفا واربعمائة وعشرين منزلا وتركزت معظم الاضرار في الولايتين الشمالية ونهر النيل وغالبا ما يشهد السودان امطارا غزيرة تسبب سيولا وفيضانات بين شهري مايو واكتوبر من كل سنة مما يلحق الاضرار بالبنية التحتية والمحاصيل ويشرد عائلات باكملها وغمرت السيول منطقة اربعات شمال مدينة بورت سودان على البحر الاحمر يوم السبت مما تسبب في انهيار سد اربعات وجرف قرى باكملها نقلت الامم المتحدة عن مسؤولين محليين ان ثلاثين شخصا على الاقل لقوا حتفهم في انهيار السد مع احتمال ان يكون العدد اعلى بكثير فيضانات اليمن في مأساة جديدة ضربت اليمن اجتاحت سيول مدمرة مناطق واسعة في غرب البلاد مخلفة وراءها عشرات القتلى والمفقودين وحالة من الذعر والدمار تسببت الامطار الغزيرة في انفجار ثلاثة سدود مما حول القرى الى ساحة من الفوضى لقي اربعة وعشرون شخصا مصرعهم ولا يزال سبعة عشر اخرون في عداد المفقودين وفقا لتقرير صادر عن احدى المنظمات الاممية سلطت تقرير الضوء على حجم الكارثة التي اصابت مديرية ملحان في محافظة المحوية يوم الثلاثاء الماضي انفجرت السدود الثلاثة كقنابل مائية مطلقة سيولا جارفة اجتاحت القرى والمناطق المنخفضة مما ادى الى دمار واسع طال المنازل والبنية التحتية تشير التقارير الاولية الى تضرر الف وعشرين عائلة وفقدان واحد واربعين شخصا بين قتلى ومفقودين بالاضافة الى ذلك تم تدمير اربعين منزلا بالكامل وتضرر مائتين وثلاثين منزلا اخر جزئيا في ظل هذه الكارثة تستمر جهود فرق الاستجابة الطارئة في سباق مع الزمن للوصول الى المتضررين وتقديم المساعدة اللازمة في محاولة يائسة للحد من تداعيات هذه الفيضانات المدمرة امطار وفيضانات الهند تعرضت الهند لامطار غزيرة وفيضانات اودت بحياة خمسة عشر شخصا على الاقل وفقا لاعلام محلي يوم الاربعاء الماضي فاضت الانهار في ولاية جوجارات وتم اجلاء اكثر من ثلاثة وعشرين الف شخص افادت تقارير ان خمسة عشر شخصا لقوا حتفهم منذ يوم الاثنين في ثمان مناطق من الولاية كما اورد مسؤولون مقتل ثلاثة اشخاص في جوجارات خلال الليل بسبب حوادث مرتبطة بالامطار ليرتفع عدد القتلى الى واحد وثلاثين هذا الاسبوع اجلت السلطات اكثر من ثمانية الاف وسبعمائة شخص من عشر مناطق في الولاية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية فيضانات باكستان في باكستان لقيتنا عشر شخصا حتفهم يوم الجمعة عندما انهار منزلهم بفعل انزلاق للتربة نتيجة امطار غزيرة وفقا لتصريحات فرق الاسعاف وقعت الحادثة في باترك بولاية خيبر باختونخوا حيث كانت العائلة التي تضمنت ثلاث نساء وطفلا نائمة لحظة انهيار المنزل تشير الارقام الرسمية الى ان الامطار الغزيرة التي ضربت المنطقة منذ بداية يوليو الماضي اسفرت عن مصرع اكثر من ثلاثمائة شخص معظمهم في شمال غرب ولاية خيبر باختونخوا وولاية البنجاب المجاورة اصدرت السلطات الباكستانية تحذيرات بشأن احتمال حدوث سيول وفيضانات بسبب هذه الامطار دعيت المواطنين الى البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم منذ مساء الخميس تشهد مناطق واسعة من باكستان امطارا غزيرة مع توقع عواصف شديدة يوم الجمعة وفقا لدائرة الارصاد الجوية الباكستانية يتوقع ان تضرب العاصفة الساحل الجنوبية للبلاد متسببة في هطول امطار غزيرة وزيادة احتمالات الفيضانات خاصة في ولاية السند التي تستعد لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية اشتركوا في القناة